الحرب في أوكرانيا تأخذ منعطفاً جديداً خاصةً مع اعتزام واشنطن إرسال قذائف مدفعية من اليورانيوم المنضب لكييف وفق صحيفة وولستريت جورنال لكن إدخال سلاح حساس كهذا إلى ساحة المعركة بقدراته التدميرية الهائلة وتاريخه الطويل من الأضرار بعيدة المدى التي تتجاوز ساحة المعركة يثير القلق من تداعياته اليورانيوم المنضب له خواص اليورانيوم الطبيعي نفسها إلا أنه يحتوي على 60% من إشعاع اليورانيوم الطبيعي ويتكون من ثلاثة نظائر من اليورانيوم هي يورانيوم 234، يورانيوم 235، ويورانيوم 238 وصفت هذه القذائف بأنها تضرب الهدف بقوة قطار وواشنطن ليست الأولى فمن قبلها زودت لندن كييف بتلك القذائف في حزمة واحدة من دبابات شالينجر هذه القذائف تشكل خطراً محتملاً على الصحة إذا تسربت المادة إلى الجسم سواء من خلال الشضايا أو عند الاستنشاق وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية غير أن موقع الأمم المتحدة يشير إلى أنه وفقاً لنتائج الدراسات التي شاركت فيها الوكالة الدولية للطاقة الدرية فإن التهديد الإشعاعي للسكان والبيئة الناتج عن التلوث المحلي للمنطقة بجزيئات صغيرة من اليورانيوم المنظب بسبب استخدام الذخيرة ليس كبيراً تاريخ استخدام واشنطن لهذه القذائف يعود إلى سبعينات عندما بدأ الجيش الأمريكي في إنتاج قذائف اليورانيوم المنظب الخارقة للدروع كما أضافته الولايات المتحدة إلى دروع الدبابات المركبة وذخيرة الهجوم البري للقوات الجوية أي تن المعروفة باسم قاتل الدبابات ورسمياً تعتبر ذخائر اليورانيوم المستنفذ ليست أسلحة نووية أو كيميائية ولا يحضر استخدامها أو تصنيعها بأي شكل من الأشكال في الاتفاقيات الدولية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة